موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معكم محمد علي وحلقة جديدة وعالم أسر التقنية عدنا وطبعا كان في كلام كتير اليومين اللي فعتوا بخصوص ايكيو أربيان ألبت على ايكيو أربيان والناس حتى الآن منتظرة بسيطة من الأمل انه يتم الدفع او ان محمد سمير يرجع يدفع ولكن الوضع خلاص يعني بقى مرة السيطرة والموضوع أصبح في ايد الجهات الأمنية والموضوع كمان بقى يعني غير لذيذ ولكن خلينا احنا في الكلام بقى المهم انهما في الكامل اليومين اللي فاتوا سمعت أشاعة طلع ان اخوانا موقع ايكيو ساوي عشرة مليون دولار او عشرة مليون جنيه او عشرة مليون حابة بندق ما عرفش يعني المهم انهما عشرة مليون حاجة كتير كده فالمهم احنا الموضوع في عجالة عشان لما حد يقولك الموقع الفلاني يسوي كذا فانت ما تنبهرش وتقول واو وتصدق ان الكلام ده حقيقي حاليا في ادوات او طولز موجودة على جوجل تقدر حضرتك تخش تستخدمها بتكتب مي سايت وورس او يعني مساوي او مي سايت فاليو الوقيع وتخط اي دومن نيم بتاع الموقع بتاع حضرتك ويتشوف يساوي كامل احنا مثلا ايه ايكيو ارابيان ايكيو ارابيان ايكيو ارابيان دوت نت اللي هو واحنا عارفينه ده الدومن الرئيسي بتاع ايكيو ارابيان ونشوف يساوي كامل طيب قالك انه هو يوازي او يساوي متين اتنين وخمسين الف دولار ده المفروض اللي هو سعر ايكيو ارابيان ده طبعا بيبقى تحليل اللي هو مش يعني التولز دي بتبقى سكريبتاد فري بيحسب اللي هو يعني ايه عدد زيارات السيو مش عارفين الكلام ده كله وبنان عليه بيبتدي يقولك انه هو سعر التقريب بتاعه يساوي كذا طيب حنشوف موقع تاني برضه احنا مش هنمسك موقع راحل ونقول خلاص ايكيو ارابيان ايكيو ارابيان .NET وان خلاص ايكيو ارابيان .NET 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 انا مدي 10 مليون 670 دولار ده هنا اللي هو الناس بيقولك انه فعلا يساوي 10 مليون ولكن الموقع ما يساويش 10 مليون ده طبعا تعبان ده تقييم تعبان احنا احنا خلينا في التقييم الاولان امتين اين وخمسين الف اي موقع الورث بتاعه او من ثلاث حاجات مثلا لو انا دلوقتي روح تبايع مثلا كنتاكي فكنتاكي ليه مجموعة مواقع وده وخدماته ما الى ذلك فانا لما بيع كنتاكي كامل فانا ببيع اسم كنتاكي فانا مستهدف الفاليو بتاع يعني الزبائن دي هتفضل تخش لي يعني انا انا اشتريت كنتاكي وكنتاكي هيفضل يخشوا على اسم كنتاكي ففيه فاليو هنا قيمة انا مختفز بها يعني هي هي نفس القيمة ايكيو ارابيا القيمة بتاعته جاية منين؟ جاية من الترافيك جاية من عليه ترافيك وما تنساش ان كان فيه فترة فيه ترافيك بس التاكي لها زيارات فهمية فطبعا زيارات في اللمون فالتقييم ده غير دقيق هتبص في الاكسا او تبص في باية الفحصات وما الى ذلك حلو الموقع عليه ترافيك كثير لما يشتري ايه او انا مسيسبر واشتري الموقع ذه انا اشتري ايكيو ارابيا ليه؟ اخر معا انا اشتريه عشان خاطر الدومين مش اشتريه عليها استضافة تواو او او ايه هشتريه عشان لاستغل الاسم او الاستغلاء بها ايكيو ارابيا اذا كان الموقع ارابيا فرانشايز عالي فرانشايز او حاجة شغالة اقبال كبير فدي مركة شغالة وعليها اقبال كتير فانا بدفع قيمة المركة دي سوميتها في السوق لكن دلوقتي لما ايكيو ارابيا اسم مقترن باسم موقع مش شغال وعليه مشاكل قانونية وفي مشاكل فالفرانشايز هنا مش هيساوي زي ما انت بتقول او عليه زيارات كتير وعليه اقبال كبير في الزيارات ولكن سلبي يعني مش مش حاجة مربح مش مركة مربحة بالنسبة لي ان انا اشتري ايكيو ارابيا ما ينفعش ان انا اشتغل عليها فاهمني ايكيو ارابيا لما كان شغال كويس ويدفع الدنيا تمام ومش عالفيه كيف فرانشايز ناجح مركة ناجحة فكذا الناس ممكن تشتري اليوزر دور تستخدمه عشان خطر يبقى ايه لو هو هيهمنه قصص وانا اقولك انا ايكيو ارابيا يعني انا ايكيو ارابيا باب بتاعي لكن هو دلوقتي فرانشايز عليه مشاكل ومش شغ ولا يساوي قمته يعني انت هتروح تشتري ايكيو ارابيا في السوق عليها قضايا عليها مشاكل وتوقف عن الدفع من اربع شهور مين هيرضع يخش في حاجة جديدة النهاردة لو انت عملت حتى لو هتبيع طعمية على الموقع منها يشتري طعمية من موقع عليها مشاكل او على السمعة بتاعته عليها مشكلة المركة بتاعته فهي دي المشكلة حضرتك فرانشايز في مشاكل يبقى لا يساوي القيمة بتاعته اللي انت ممكن تشوفها على سكريبت فهل موقع ايكيو ارابيا يساوي عشرة مليون ولا يسا حتى عشرة تلاف دولار ولا يساوي عشرة تلاف جنيه يعني اذا كان حد يشتري الدومين زي موانا اللي يساوي كله في الموقع هيبقى الدومين هياخد المركة بتاعته الدومين بتاعه لو هيرضع هيساوي في حدود مثلا الف وخمسمون دولار الفين دولار في الحاجة في الحدود دي ده وهو حد هيتفاوض عشان يشتري الاسم بتاع الموقع لكن فعاليا عشان الناس بتقولك خليه بيع الموقع ويسدد الناس فلوسة هو ما يقدرش يبيع حاجة وحتى لو بقى مش هجيب الفين دولار للأسف واشوفكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته